واقع زراعي مزر تعيشه كل مناطق العراق ليضاعف من أزماته وفقره الذي ضاق به العراقي نظر عن وطفح كيله من الانهيار الحاصل في جميع القطاعات المزارعون ومربوء المواشي في محافظة المثنى وبعد أن تقطعت بهم السبل لم يجدوا خيارا إلا أن يتظاهروا أمام مكتب البرلمان في المحافظة للمطالبة بإنقاذ الزراعة والثروة الحيوانية من الواقع الخطير الذي يتهددها قسم الثروة الحيوانية هذا بس قسم للأسف بس قسم اسم وإنما منه السأل عن الثروة الحيوانية منه السأل عن الثروة الحيوانية النفوق اللي صار بيها الهلاكات اللي صارت بيها الضرر اللي صار بيها الحق ما حتسأل عنها اطلاقا الصيحة والغنامة حتشاو يا ناس يا دولة يا حكومة حكومة ما تسمع سادين إذنهم لا رئيس وزراء ولا وزير الزراع وبينما تقول السلطات الحكومية إن موجة الجفاف وقلة الأعلاف تقف وراء زيادة هلاكات المواشف المثنى يؤكد الفلاحون أنهم يعانون منذ سنوات من إهمال حكومي متعمد وفشل في تدارك الخطر الذي يفتك بالثروة الحيوانية زين اللي لا ديرين وجوههم والثروة الحيوانية انتهت عن بقرة أبيها انتهت هالساعة شن علف؟ علفها الدواجل أولا لا صحة إلها ولا صحة للبشر اللي أكلها ولا أي إنسان ما يجرب لها الثانية هالساعة قامت فلطس بالخلاء بالجزيرة هالساعة كلها تفلطس بدون أجل مواقع ما لها مرعاة والله العظيم الثروة هالسا بكملها قلم وبعارين وبغر ودواب كلها تعرف دواجل لماذا عم الله ما يخافونه؟ تروا هذه تحرمت نهاية تحرمت ويقول الفلاحون والمزارعون إن الواقع الزراعي في المحافظة ينذر بخطر كبير في ظل تقلص المساحات الزراعية وشحة المياه والموت الذي يضرب الثروة الحيوانية وسط تخبط حكومي في مواجهة الأزمة أو التخفيف من آثارها